في تساؤل مهم جداً الناس كلها بيسأل هو الدور المصري ماله إيه اللي جراله يعني؟ ولا هل كان ده أداء الدور المصري وإحنا عشان خارجين من جاس العالم فمتأثرين؟ طب إحنا كمشاهدين ومتابعين ومشجعين متأثرين اللعيبة مالها أنا مش بتكلم عن فريق بقينة وبتكلم على الدوري كله بشكل عام مباراة الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز شهدت مفاجآت ونتائج بين الأندية مختلفة الأهلي بتعادل للماتش التاني قدام سيراميكا الزمالك قدامه فرصة التساوي مع الأهلي لو حقق نتيجة إيجابية في مباراته قدام لإسماعيل النهاردة عايزين نتكلم مع ضفنا دكتور وثمان إبراهيم الناقد الرياضي عن الأهلي وإيه اللي محتاجه الفريق لمعالجة أسباب التراجع خلال الفترة اللي فاتت وهنسأل برضو عن الزمالك إزاي الزمالك استعد لمباراته قدام الدرويش وكلام كتير عن الدوري الممتاز بشكل عام طبعا كل هذه التفاصيل مع دكتور وثمان صباح خير عليك فانج صباح خير عليكم طبعا وصباح خير لكل مشاهدي للبرنامج يعني هو أنا أرجح فكرة إن إحنا خارجين من كاس العالم وشفنا طوب ليفل يعني أو كلاسي واللعيبة هي كمان خارجة من كاس العالم؟ يعني إحنا خارجين كمجاهدين ماشي منطقي يعني لا أولى عليك حاجة كل مرة بنخرج من كاس العالم وبنرجع عادي لا لا الصدمة في مستوى الأهلي والزمانك تحديدا خلينا نتكلم بواقعية يمكن الماتشوات مبارح لسه كان تم استعراضها دلوقتي ماتش فيوتشر وفاركو وثلاثة اتنين لفوتشر مباركة قوية جدا جدا فيوتشر اتقدم وفاركو رجع وكان فيوتشر سجل هدفين وفاركو جاب جون تاني وكان ممكن يتعادل في آخر اللقاء كان فيه ماتش قوي جدا برضو لم يحظى بمتابعة جامعية كبيرة للطلاقع والحرس الحرس تقدم بهدفين وجاد توراك للجزاء وضيحها والطلاقع رجع بهدف والتاني فكت مباراة مثيرة جدا جدا في حدثها لكن كله بيركز أكتر على الأهلي والزمالك بالأسبوع اللي فات يوم الحد أداء ولا أسوأ للفريتين والتنين تعادلوا أمام أولين واسموحة ليه بقى؟ يعني الأهلي لو هنتكلم مثلا عن الأهلي نتكلم طبعا عن الزمالك فيما بعد بس لو نتكلم تحديدا عن الأهلي يعني هشوفنا تعادل قدام سيراميكا وتعادل قدام سموحة نتكلم في أربع ماتشات تلاتة تعادل دا حقيقة أتعادل مع فيوتشر واحد واحد وكان فيوتشر بلاب عشر لعبين فيوتشر دراسي وثاني الدوري تقريبا لسنا بنشوف الزمالك هعمل إيه بس أتعادل مع فيوتشر وفاز على فرقه بصعوبة اتنين واحد لو تفتكروا في الوقت بدل الضايع في آخر ثانية في الوقت بدل الضايع تقريبا كانت في الدقاء يمكن السبع من الوقت بدل الضايع وبعدها هتعادل مع أسموحة ومبارح هتعادل كمان مع النتيجة التالتة تعادل ثلاثة على التوالي مع سراميكا في أربع متشاط آسف ثلاثة عدوات في أربع متشاط والتاني على التوالي يعني فقط ست نقاط كلهم وراء بعض بعد الأداء الأهلي كان بادئ كويس جدا جدا انت صارت متتالية فلكل السبشة الخير مع مرسل كولر إن الأهلي بقى يا سعيد الدوري بعد من فقدوا السنتين اللي فاتوا لكن بكل أسف فيه تراجع أحياد يمكن كولر في مؤتمر الصحفي قال أنا عندي مشكلة في الهجوم بشكل واضح ممكن الناس بتلومه يعني انت ليه بتقول ما عنديش مهاجمين أو مهاجمين مش قادرين يحاولوا الفرص لهداف فهو بتكلم منطقية نوة الممكن نادر أهلي تاني فريق أو تارت فريق في صناعة الفرص في المباريات كلها لكن في تحويل الفرص لهداف هو أقل فريق تخيل وصفة المتشاط فريق الأهلي أقل فريق بيحاول الفرص المصنوعة لهداف ودي مشكلة كبيرة جدا جدا حتى مبارح شفنا كان فيه فرص كبيرة جدا جدا لكن طبعا بسام حارس مرمى سرميكا كان متقلق في القائم بارح ومش برضو مش هتبقى تقلق الحراج بس فيه مشكلة عند اللعيبة فيه مشكلة في هل هي مشكلة ثقة ما حدش عارف هل هي مشكلة ثقة يعني كل مباراة هو بيغير حتى هو ألهم بارح بشكل صريح أنا جربت كل المهاجمين اللي عندي وما فيش عندي مهاجم يعني مشكلة تقلق مهاجمين بس أعتقد أن هي واضحة أو أنها مهاجمين بشكل كبير أنت محتاج مهاجم ممكن لو سمحت لنا الفرصة هنتكلم مثلا على الدورة الإنجليزية اللي بيحصل فيه لأن طبعا الدورة الإنجليزية هو اللي رجع أول حاجة بعد كاس العالم هم لعبوا كاس ولعبكم من دورة مبارح وأول وأول جولة سبعتاشر شوف إلينج هالند مش بولك تجيب زي هالند بس مش الله لما لعب يجيب عشرين جول في سبعتاشر جولة يعني رقم خلافية تخيل أن هالند بقيله تلات جوان ويعادل رقم الهداف بتاع مصم اللي فاك كله فأنت محتاج مهاجم يكون قوى جدا جدا عنده معدل تهديفي كبير وعلى فكرة نفس المشكلة دي مش في الأهلي بس موجود زيها في زمانك هي هي تقريبا برضو خط الدفاع مش ما شفناشه ما شفنهوش فأحسن صور إلا أخطاء أخطاء متكردة ممكن برضو دي ظهرت أكتر في الثلاثة أربعة متشاة الأخنين دول في هزة واضحن في هزة كبيرة داخل الفريد الأهلي هل الهزة فنية ولا مشكلة في اللعيبة ولا في مشكلة تانية داخل غرفة الملابس محدش حاسس بيها خاصة الأهلي داخل على يعني أعز أقول لكم اللي جاي أصعب من اللي فات كمان ممكن أهلي المتشاة اللي جاي كلها صعبة جدا 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 عنده ماتش جاي بيرامتس وما أدركها ما بيرامتز يعني وفاز على تحتها صفر وداخل معانوات قوية جدا جدا وبرامتز عشرين نقطة والأهل عربعة وعشرين فالمبراه بستة نقاط بشكل واضح بيرامتز عايز يخش في المنافسة لو فاز على الأهلي هيقرب مرة تانية من الكبار وفيوتشار اتنين وعشرين نقطة وبعشر لعبين الأهلي تعادل معاه واحد واحد فده برضو بيدول ان هو صدق قوي جدا جدا ودول الرباعي اللي بيمثل مصر وافريقيا الأهلي وزي مالك فدرور الأبطال فيوتشار وبرامتز في الكونفدرولية بيرامتز الأهلي عنده والمصري والزمالك يعني أربع ماتشات متتالية طغال طبعا أصعب من الأربعة اللي عدوا وتعادل فيهم تات ماتشات صحيح بيرامتز أمبي مصري زمالك والمصري مع حسام حسن هي مختلف تماما ماتش الزمالك مهم الفكرة أن ماتش الزمالك هبقى قبل أيام قليلة جدا حوالي عشر تيام وحداشر يوم قبل أول اللي قال للأهلي في كاس العالم الأندية فهتقد شهر يناير مع الأهلي هيبقى قوي جدا 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 ومطالب نحاق نتائج إيجابية خصوصا قبل ما يخش في كاس العالم وكمان الفرقة أو الإدارة بتاعت النادي عندها ضغط كبير قبل 9 يناير لو هيجيب صفقات يحسمها في 9 أيام الأولى من المركز والشتوي طبعا هو هيبدأ 1 يناير لحد 31 اللي هو من مفتاح قدامك ولكن الفيفا بعت خطاب نادي الأهلي وكل الأندية اللي هتشارف كاس العالم الأندية يوم 9 يناير يبعث لي القايمة الأولية اللي فيها 35 لعب وقبل أول مطشب يومين يعني يوم 28 يناير تبعث لي القايمة الأولية يوم 23 هجيبهم منين من 35 اللي انت بعتهم لي مش هتجيب لي حد من برها هل دي مشكلة نادي الأهلي اللعيبة كلها بتفكر في كاس العالم الأندية والله ربما يكون بعض اللعيبة بقى اتخاف خصوصا أن أكرم طفيل لما تصبر واتصريبي في التمرين ربما اللعبة بقى برضو كمان مشتتة الفكر يعني اللعيبة مؤوارد ده وارد بس برضو أعتقد مش الناوي مش في أحسن حالات والدفاع لك كنت تتكلم دلوقتي عن الدفاع برضو في مشاكل طبعا مفيش هجوم مفيش فرق هي في مشكلة أعتقد أنها محتاجة قاعدة حتى بين اللعيبة وبين بعضها محتاجة قاعدة الجهاز الإداري داخل الفريق مع اللعبين نشوفوا إيه المشكلة ولازم اللعب يفصل بين البطولة اللي بيلعب فيها دلوقتي واللي هيلعب فيها بعد كده لأن الإصابات كلها قضاء وقدر يعني لسه واردو كان في أحد التارير ريس جيمس لعب تشيلسي لسه كان راجع من إصابة اتصاب تاني ولسه قدامه شهر نقوله كانت واحد اللعبات مهمين جدا لتشيلسي ومتاخب فرنسا هيلجع لسه في شهر ثلاثة فموضوع الإصابات ده حاجة قدرية مش حاجة بإيدك انت ممكن زي ما حصل مع أكرم ما تصفش في مباراة ده تصف تاني فاللعب يقدل عليه وخلاص يعني ما يفكرش تفكيرين لأن وضع تشيل الفكر ده فعلا بيأثر بشكل كبير التركيز بيقل وزي ما انت قلت ممكن يكون ده أحد أسباب ده على الفرص بشكل غير طبيعي في المتشاط اللي فاتت كلها اعتقد اللي جاي بالناس بنادي أهلي مهم جدا اللي أربع متشاط دول لو عدهم على خير اعتقد تبقى مؤشر كويس لكاس العام الأندية لكن تصريح كولر مبارح بعد النطش إن أنا ما عنديش مهاجمين أو أنا عندي مشكلة في الهجوم اعتقد دي يعني كده ما عرفش هاي جرس انذار ولا بدي هو أنا تصريح كمان تاني هو تكلم على أرضية الملعب يعني مفروض أن هو كان مبسوط من أرضية الملعب في استادة قاهرة ومش مبسوط في الملعب السلام والسلام والأهل طب ده أنا يعني مفروض أن أين دي هو ملعب على أرضه بصها هي وارد يكون الشاكوة تكون موجودة من أرضية الملعب لأن المدرب الفكرة أنه هو بيعمل خطة معينة أو شكل تكتيكي معين فمحتاج تكون أرضية الملعب بتساعده الفرق اللي بتلعب كرة قدم ممكن على السلام بس في الأهلي كمان ممكن هو شتكى وقال إن استادة القاهرة بنسبة له كان أفضل عشان كده هنقدمنا مستوى أحسن من المستوى اللي فاتت فهو وفيه برضو كام كمية ربما الأهلي ينقل المواتشات الجاية كلها سيد القاهرة هيبان ده خلال الفترة اللي جاية ولكن زي ما قلنا في كل أحوال هو عنده برامل زي ماتشي جاي فانه هو في ملعب السلام هنشوف هل ممكن نقله ولا هيظل في ملعب السلام وأعتقد أنه يبقى صعب جدا أنه هو يتنقل من ملعب السلام ماتشي جاي عنده بعكده زي ما قلنا وعنده عكده وعكده عنده المصري المصري طبعا يكون في برج العرب بعد كده عنده الزمالك مباردة القمة هتكون غالبة في السادة القاهرة يعني بالنسبة كبيرة عشان دي مطش القمة أهلي زمالك فأعتقد يعني قصة الملعب برضو أنا مش بحبز الكلام ده قوي لكن مواضح أنه هو أنا بركز أكتر حتة أنه أنا ما عنديش مهاجمين معرفش هالكولر متفق مع الإدارة لأنه كان في اكتماع مع كابتال أحمد الخطيب قبلها حاجة بسيطة هل في اتفاق أنه هو هجي مهاجمين ولا هو حب يضغط على الإدارة أنه أنا عايز مهاجم في يناير بشكل كبير جدا جدا وأنه هو صدر الضغط المجلس الإدارة أنه أنا عايز مهاجم بروري في شهر يناير والأهم من كل ده زي ما قلنا من شوية أنك معاك تسع تيام فقط تبعت القيمة الأولية اللي فيها 35 لعب وعلى فكرة بالمناسبة برضو احتمال كبير كله محمود كهربا واحد من 35 لعب في القيمة الأولية والناس هتستغرب أنه محمود كهربا منخيط في الأهلي في القيمة المحلية وبالتالي مدام مقيد فمن نحاق الأهلي يبعثوا في القيمة الأولية وممكن جدا جدا يكون مشارك بعد يوم 11 لعين عظيم طيب على الجانب الآخر سيراميكا قدت أداء فوق الممتاز مبارح طبعا قدام نادي الأهلي فريس سيراميكا بلعب كرة كويسة طبعا المداربة أحمد سامي فيه مجموعة مميزة من اللعبين وأحمد سامي ما شاء الله عليه من المداربين اللي مميزين جدا جدا اللي بيعرف في لعب كرة خصوصا مع الفرق كبيرة اللي بيعرف يستغل أدواته بشكل كويس جدا جدا والفرق فلا عنده قايمة محترمة حتى لما شفنا مطلع يبوكا نازل لحمد ياسر ريان كان عنده قدوات هجومية وكممكن يعمل خطورة على النادي الأهلي أعتقد سيراميكا لو نتائج ساعدته شوية وتوفق شوية لأ هيروح في حتة تانية في جدول الدوري كمانا في فترة جاية يعني على أي حال احنا نتمنى في الآخر احنا نشوف برضو يعني احنا كلامنا ده كله في السياق ان احنا عايزين نشوف النادي الأهلي أكيد أحسن عايزين نشوف الأندير المصرية كلها بشكل عام خصوصا نكون بنا كبار أهل وزمالك المنتخب مصر يتكون معظمهم الأهل وزمالك مغرهم يكون في تنوى يكون عندنا لعيبة يعني نبقى شايفين كورة فعنا زي محرور نتكلم خارجين من كاس العالم مش فاهمين إيه ليه يحصل لا والناس كبانت نحطها عالية شافت مستوات عالية جدا جدا وشوفنا منتخب مغربي وصل حد السيمي فهنا نخد رابع العالم فإحنا ليه لأ على الفكرة همتخب مغرب إحنا نفوزنا عليه في كاس المافريقية على السنة دي يعني المغرب خسر 3 ماتشات في 2022 عشان كده في علامات استفهام إحنا يعني بنحاول نفهم في إيه عشان نقدر نحسن من اللحظة اللغبطة الطبيعية أو الصدمة دي يعني دي زي يقوله صدمة كده ده طبيعي لأنه فرق مستوى رهيب جدا جدا فخينا نعترف إن ده أمر منطقي وطبيعي جدا جدا ولكن هناخد شوية وقت كده لحد ما نرجع تاني اللي أجب أكون مسلمة أنا أختلف معاك في الحيطة دي بصراح لا مش منطقي وعندنا لو في فعلان تفطيط سليم وعندنا نظام سليم لا يعني ما تغطيش إن فيه ميناء محتاجين شوية وقت لحد ما نوصل للمحالة دي وإن شاء الله ربنا سهل أكير محتاجين وقت وتدريب وتأهيل ومحتاجين عوامل كتير عشان نوصل معلن معلن نروح طيب للزمالك النهاردة فيه ماتش الزمالك النهاردة مع إسماعيلي فيه مدرب جديد في إسماعيلي ميدو بالزبط ميدو وكان فيه تعادل مع الزمالك الماتش اللي فات كمان مقاولين مع الزمالك كان الزمالك كمان مقاولين كان من مقاولين عنده فرص أخطر في الجزء الأول من القarك الزمالك ظهرت ملامح خطورته في آخر عشر داية في المباراة ولكن انتهت بتعادل السلبي الطريف لما الزمانك اتعادل كان منطقي أن الأهل يستغل الفرصة ونعادل معنات مرتفعة من نطشة اللي بعدها لكن الأهل اتعادل المرات المضوئة الأية اتعاكست الأهل اتعادل الأول مبارح الزمانك وقت عنده فرصة زهبية لو فاز حتى واحد سفر هتصدر بفرق الأهداف وبرضو دي نقطة مهمة الناس بتبقى عندها لغبطها هو الدوري عندنا فرق أهداف ولا مواجهات مباشرة خلنا اتفق ان احنا طول ما الموسم شغال وفي فرقتين بتعادل في النقط بحسبها بالفرق الأهداف لكن ما الموسم بينتهي فرقتين متساويين بروح للمواجهات المباشرة هشوف عمله في الدور الأول وعمله في الدور الثاني واللي جاب نقطة أكتر في المواجهات المباشرة وهو ياخد المركز الأعلى لشي بس دي بقى دي منطقية فعنى دوات الزمالك عنده فرق أهداف أحسن من الأهلي فلو فاز حتى بفرق أهداف أحنى الإسماعيلي الزمالك هعتل الصدارة بفرق الأهداف على الأهل 24 نقطة أما لو تعادل هيتساوي مع فيوتشر اللي هو مكزة 22 نقطة وهتبقى هنا بقى سقوط الأهل والزمالك أو فقدان النقاط هيدخل فيوتشر وبرامدز في المنافسة وأعتقد ربما ده يعني هيرفع مستوى المنافسة للفترة الجاية لو فيه احنا متضايقين مستوى الأهل والزمالك لكن احتمال زي بقوله كده مصابق قوة من عند قوة من فوائده فربما فيوتشر وبرامدز يخشوا في اللعبة ونلاقي وقدانه كويس أه وهنلاقي موسم هبقى ساخن جدا جدا وقوي جدا جدا ليه لأ ما يخرج منه فجأة أن نلاقي فرقة جديدة تاخد الدولة الأمرة في تاريخها طيب عظيم جدا نيجي بقى للجماهير لأن لجماهير الأهلي راضية ولا جماهير الزمالك راضية حتى جماهير الزمالك دايما بقالهم فترة كده بيطلعوا كوميكس يقولوا أنت تعادلت والله أنا كمان لازم أتعادل أو جمهورين آه فهم مش راضين عن الأداء ده واضح في الشكل كبير جدا جدا أن فيه يعني غضب جماهيري من أهلي والزمالك حتى لو مش بيظهر في المدرجات أن الجمهور بروح يشجع فرقته لحد آخر لاحظة ده ممكن لمسناه في آخر كام مباراة سواء جمهور أهلي أو جمهور الزمالك لكن الجمهور محبط من الأداء يعني زي ما تقولت من شوية الأداء يعني صعب جدا جدا والناس مش عجبها المستوى الفني اللي ظهر يعني لو اللعبة عملت اللي عليها وضيع وفرص وانت حاولت لم تكن موفق ولكن لو أنت ما عملتش اللي عليك أصلا فده اللي بيخلي الناس بتتدايق وبيخلي الجمهور مزعلان لكن أكيد موتش الإسماعيلي مفروض نظريا وفقا لجدول الدوري مباراة سهلة للزمالك الإسماعيل هو آخر جدول الدوري بستة نقاط الزمالك لو فاز هبه هو أول الدوري فأعتقد طموحات مختلفة لكن الفريتان عندهم دوافع مدرب جديد عن الدرويش أحمد حسان ميدو طبعا كابتن ميدو ليه فكر تدريب مختلف والراجل في الميديا شايفوا ليامل إيه مع الإسماعيلي؟ سريعا جدا المهمة صعبة وصعبة جدا 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 لكن البداية مهمة لو حقق أي نتيجة مش هقول لي فوز على الزمالك لو تجنب الخسارة أمام الزمالك اعتقد يكون نقطة انطلاق قوية جدا لفريتان درويش والواحد الأم الإسماعيلي بقى ذو كذا سنة بيبعد بنفس الموقف ولكن في الأسابيع الأخيرة بيمر بسلام الخوف أن في مرة ما تسلمش الجرة وانلاقي الإسماعيلي في درجة تانية هتبقى صدمة عنيفة جدا جدا لكرة المصرية طبعا طيب تكلمنا عن الزمالك والصفقات الزمالك جاب عشر صفقات جديدة وعلى الرغم من ده برضو محققش النتائج اللي هو بيستهدفها أو بيصبوا إليها هل الزمالك محتاج صفقات تانية؟ والله أعتقد الزمالك أنا شايف اللعبة الشباب يتوقع عاملين تفرق قوي جدا جدا يعني دوتي إنت لو ذكرت أي اسم في الزمالك هتفتكر من أول واحد صعب تفتكر صفقات هتفتكر يوسف قسانة بيه هتفتكر سيد عبد الله اللعب اللي أصلا جنح شماله وبيلعب لعب هافريت وعمل شغل عالي جدا جدا هتفتكر حساب عبد المجيد لعب متخب الشباب لعب المدفع الواعد جدا جدا طبعا محترام بكل الصفقات شفنا قصد الناري بيلعب شفنا دونجا بيلعب شفنا عامل سيسي عامل سيسي بيلعب ممكن دول اللي مميزين البقين محدش فاكرهم ساكر الوردي مشي محدش شاف سامسون محدش شاف انداي يعني لعبة كتير ممكن الناس خلاص نسيتها لكن أعتقد إن الزمالك قوته في الشباب اللي طالع اللعيب عندها ثقة كمان فريرة بيديهم بيديهم ثقة غير طبيعية اللعيب بينزل كأنه في الفريرة الأول بدأوا عشر سنين مع أنه لسه يدخل لأول مرة أو تاني مرة يوسف قسامنا به مشروع مهاجم وجناح قوي جدا جدا نادي زمالك وطبعا بالتابعية المنتخب مصر حساب عمد المجيد في الدفاع لما يكون عندك اتنين تتا اللعيب عندهم عشرين سنة بخلاف الحيوية اللي بتدوها للفرقة لأ كمان بيدوا قوة وباور وكمان يكون اللعبة ربي جوا النادي بيدي روح أعلى جدا جدا أكيد مع بعض الصفقات كمان بتساعد بقية الفريق ممكن ده اللي مخلي الزمالك بالرغم الكما أقف من القيد لكنه عامل شغل عالي جدا جدا نخلي فترة اللي فاتت وربما بالمستوى نحن ماشيين دلوقتي الزمالك عنده فرصة إنه ممكن يعتلي جدوى للدوري ويبقى هون متصدر منفردا على نهاية شهر يناير ممكن يستغل كمان ينشغل أهل في كاسة عامل أندية ويوسع الفرق أكبر ويتكرر سيناديو اللي حصل المسلمين اللي فاتوا عظيم كل شكر لك يا فاندو مشرفتنا ونورتنا دكتور واسمان إبراهيم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم